وانت سألت سؤال مهم جداً كنت بتكلم فيه أنا وسمك ليه المواهب قلت المواهب دي كلمة مثلاً إيه يعني ممكن يبقى مدافع موهوب جامد جداً اسمه موهوب الحريفة مثلاً الحريفة الحريفة اللي هي زي اللطة تأكوتي مساء كده في اللطة تقول إيه أبا لسه بنتكلم في جزئية ده بالضبط نفس السؤال أغلب المدربين الدور المصري أو المدربين العالم قتلوا الإبداع قتلوا الإبداع وحولوا التاكتك التاكتك النهارده بقى أنت مطالب وكرة مش معاك تنزل من نص ملعبك لنص ملعب القسمة أو العكس عشان ترجع تدافع مع الباك بتاعك أو الهاف فأنت بتاخد جزء من النواحي البدنية للعيب المهاري بتحولها لتحولات دفاعية فأنت ختم البدني بتاعه لكن زمان دايماً ما تلاقي الحريفة هتلاقي دايماً كنا زمان بالعب بطريقة 3-5-2 ليه؟ لأن الليبرو دا بيعمل تقل شوية وراء وهتلاقي دفندر أو اتنين وقفين فأنت بتدي حرية للأطراف وبتدي حرية للأطراف أو حتى الراجل الحريف اللي عندك فأنت موفر المخزون البدني هي الفاكرة للمدير الفني المدير الفني أنت هيقدر ديك الاسباس دا والمساحة دي احنا بنشوف مثلاً سايم مع طبعاً الاختلاف بنشوف مثلاً صلاح تريزي جي الكواليت بتاعهم أو النوعات انت بشوف بياخدوا الكرة بيروحوا راحين على الباك على الباك على طول بياخدوا الكرة بيروحوا رايحوا عليه زي الكرة زي الكرة نحيته بس حتى دول هو مهارتهم وإمكانياتهم في القوة والسرعة والإنتاجية في التهديف أنا بكلمك عاللعيبة بين قصين كده اللي كنا بنقول عليهم زمان بتؤكرة الشراب اللي هو العالم اللي هو رأسك في سنتي اللي هو حريفة عاوة دو بالزبط دو مش موجودين حاوص مفيش مدير الفني ديك المساحة دي ان تقدر انك هو مقتنع بالطريقة بتاعتك وتقدر انك تسخر الفريق أو تقدر تطلع ناتج للفريق يعني هي مجموعة أو مثلاً انت معاك مثلاً وماشاً انت بتشكلها ازاي بتقدر معاك حداشر لعيب حداشر لعيب مستحل لعيبوا زي بعض مستحيل مثلاً حداشر لعيب وحريفة قوي أو حداشر لعيب مثلاً القوة والسرعة أكتر من النواحي المهارية أو التكتيكية صح فانت دلوقتي انت مدارب عايز من الجيم انت بنحب تقلق محتاج ايه الجيم ده محتاج منه ايه صح محتاج انك تحتفظ بالكرة ويبقى عندك لعيبك كوالتي عالي في الاستلام وتسلم أو انت عايز مثلاً طريقة مثلاً بتدافع بطريقة بشكل أكبر شوية فانت المدير الفني هو اللي بدي المساحة للعيب حيل